أكد وزير الكهرباء محمود عسمة وجود خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد وخلال تفقده محطة العاصمة الإدارية لتوليد الكهرباء أشار عسمة إلى تنفيذ خطة عاجلة للحد من تخفيف الأحمال وتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد في التيار خاصة في شبكات التوزيع مؤكدا أن التواجد الميداني في مواقع العمل والالتزام بمعايير التشغيل الجيد من أهم محددات تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية وأوضح وزير الكهرباء أن محطة العاصمة الإدارية إحدى أكبر المحطات في الشرق الأوسط اعتمادا على تبريد الهواء من خلال مكثفات التبريد